ظهور وصباح الخير لكل مشاهدينا إذن أمطار رحل السجماء إن شاء الله فيما يخص أغلب المناطق الداخلية للوطن وكذلك بعض الولايات الجنوبية وهذا راجع دائما إلى تشكل خلايا رعدية منعزلة تخص تقريبا أغلب المناطق الداخلية للوطن ببعض الأمطار المتفرقة إن شاء الله خلال يوم الغد الثلاثة وهذا على كل من قسنطينة سطيف باتنت بسة سقهراس كذلك بسكر الجلفة أيضا البيض تلمسان سعيدة سيدي بالعباس وخلال الأيام القليلة المقبلة يعني خلال يوم الأربعاء إن شاء الله كذلك سيكون فيه دائما تسجيل تساقط أمطار رعدية وهذا دائما بداية من الثالثة بعد الزوال إلى غاية التاسعة ليلا بإذن الله إذن خلال يوم الغد الثلاثة وكذلك خلال يوم الأربعاء الأمطار المتفرقة كما اللحظه ستخص دائما أغلب المناطق الداخلية للوطن وحتى الولايات الجنوبية تحديدا على شمال السحراء منطقة الواحات وأقصى الجنوب الجزائري كمية الأمطار المتوقعة تطرى وحبين عشر إلى خمستاش ميليمتر محليا وخلال يوم الأربعاء قد تصل حتى العشرين ميليمتر محليا فيما يخص مشاهدين توقعات درجات الحرارة القصوى فحسب النماذج الرقمية للرصد الجوي طويلة المدى تشير على أن الكتلة الهوائية الحارة سبقت خص تقريبا أغلب ولاية الوطن خلال الأيام القليلة المقبلة بتسجيل درجات حرارة مرتفعة تقارب أو تتراوح فيما يخص الولايات الساحلية بين حوالي 33 إلى 38 درجة المناطق الداخلية قد تصل حتى 42 إلى 43 درجة خلال الظاهرة اليوم على كل من قال مطار في السوق هراس كذلك شلف غليزان سيدي بالعباس تيسم سيل بوسعادة والمسيلة تيزيوز والبويرة ستقارب 40 درجة كذلك بالامدية والولايات الجنوبية أيضا ستصل أو تتراوح إن شاء الله بين حوالي 45 إلى 47 درجة كعلى مقياس تحتضل بإن صالح الوادي لمغير ولد جلال كذلك حسيم سعود وورقلة أضرار تيميوين رقان وكذلك ببرج باجي مختار أما على تندوف بشار أيضا على إن شاء الله إليزي جانات وإنمنا ستقارب 43 درجة وكأدنى مقياس فيما يخص الملات الجنوبية تحديدا بيتامن راس في حدود 34 درجة سيكون فيه إن شاء الله خلال ظاهرة اليوم تطاير بعض الزوابع الرملية على الولايات الجنوبية توقعت حالة البحر سيكون إن شاء الله قليل الاستراب على أغلب السواحر الوطنية خلال ظاهرة اليوم خلال يوم الغد إن شاء الله البحر سيكون كذلك قليل الاستراب أو من هادئ إلى قليل الاستراب سرعة الرياح ستتراوح بين 15 إلى 20 كم في الساعة تبقى دائما الرؤية متوسطة وعلو الأمواج بين أقل من المتر إلى المتر ونلاحظوا خلال يوم الأربع البحر سيكون هادئ تقريبا على أغلب السواحر الوطنية وخلال يوم الخميس قليل الاستراب على السواحر الغربية والشرقية وسرعة الرياح قطس الحتة 40 كم في الساعة للإشارة حرارة مياه البحر ستتراوح بين حوالي 23 إلى 26 درجة وهذا تقريبا على أغلب السواحر الوطنية إذن مشاهدين كانت هذه توقعات حوال الطقس المرتقبة خلال الساعة القليلة المقبلة أشكركم على كرم الإسرائي والمتابعة والعبد إليك الظهور ترجمة نانسي قنقر